السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجمعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا أرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله ومبدئيا وقبل ما نبدأ حب أشكر كل الناس الجميلة العسل اللي بتعلق لي وبتكتب لي كومنتات حلوة جدا 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 ربنا يسعدكم يا رب وربنا يرضى عليكم وربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا اللهم أمين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله صفرتنا النهاردة بسيطة جدا 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 وفي نفس الوقت اقتصادية لدرجة لا يمكن أقولها لكم وانتوا هتشوفوا بنفسكم كل اللي استخدمتوا في الصفرة دي هو ربع دجاجة أو صدر دجاجة مش صدر واحد يعني نص الصدر عارفين انتو بس استخدمتوا في حشوة السمبوسة وطبعا النهاردة الطبق اللي معانا الجديد اللي أنا أول مرة هعمله معاكم هو سمبوسة بالبر والدي الأبيض حاجة كده بسم الله وماشاء الله اللهم صلى عن النبي المتبل هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ بالحالة انتو عارفين أنا أول حاجة بعملها فيه تحضير الفطور هو الحالة هنقول بسم الله وعلى بركة الله وننزل بما يعادل لتر حليب السعودية أو أي حليب انتو تفضلوا هنسمي ونتوكل على الله ونحط تلب معالي حليب بودرة ممكن نستبدل التلب معالي حليب بودرة بعلبة جشتة بس أنا ما كانش عندي جشتة بسم الله وعلى بركة الله أنزل بتلات عبوات كرامل نوعية الكريم كرامل ده حلوة جدا 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 هقلب كل الحاجات دي بعضها كويس جدا طبعا أنا جماعة ما بضيفش سكر لأن الكريم فيه سكر مش محتاجين يعني نبصوا السكر اللي فيه بيبقى طعمه مظبوط جدا جدا مع لتر الحليب اللي أنا خطيته هحط كل الحاجات دي طبعا على النار زي ما انتو عارفين مجرب ما تغلي أبدأ أصبها في الكسات اللي عندي وقادي الكريم كرامل بتاعي بسم الله ومساء الله اللهم بارك جاب لنا خمسة أو ستة تقريبا خلصنا ده نحطه على جنبه وندخل على الطبق اللي بعده طبعا الطبق اللي بعده هو المسقعة انتو عارفين أنا من عشاق المسقعة طبعا أنا عملتها معاكو كتير فما ارضتش أشغلكو بالطريقة سبت الوقت الفيديو لحاجات أنا ما عملتهاش معاكو قبل كده المسقعة والشربة شربة الشوفان عملتها معاكو أعتقد أكتر من مرة في أكتر من فيديو فطبعا هنا نقلت البتنجان وهحطه بقى على الطماطم والفلفل والحاجات اللي أنا حطتها في الجدر هخليه ياخد غالوة كده أقوله خمس ست دقيقة على نار هادي وبعدنا طفي عليه وهي ده المسقعة بتاعتنا ولا أجمل اللي عايز الطريقة بالضبط يرجع للفيديوهات الأديمة هيلاقيها بالتفصيل هي ما بتاخدش وقت وسهلة جدا ومكوناتها كلها بسيطة بتنجان فلفل توم طماطم عصرة ليمون ملح وكمون بس بس أي حاجة غير كده كده تمام خلصنا من الطبق التاني ندخل على الطبق رقم ثلاثة وبرضو عملته معاكو كتير اللي هو شربة الشفان فهنا أنا عملتها ما صورتهاش بس حبيت أوريكو إيه اللقطة النهائية نعم نعم القوام بتاعها جميل حتى فيها عود إرفة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده تمام ندخل بقى على الطبق الرئيسي واللي أول مرة هعمله معاكو في القناة لا ممكن عملته قبل كده بس أول مرة هنعمله في رمضان عندي هنا بما يعادل كيلو دقيق بالضبط كده بالضبط كاستين منه دقيق أبيض والباقي كله دقيق بر الدقيق البر يا جماعة هو الدقيق الأصمر اللي فيه ردة اللي مش منخول نزلت بتلب معالق حليب بودرة هقلب كل الحاجات دي ببعضها كويس جدا ودروري دروري إن أنا أقلب الدقيق البر مع الأبيض مع الحليب اللي أنا حطيته طبعا الدقيق كله منخول هنسمي ونتوكل على الله وننزل بما يعادل اتنين وربع كاسة ماء دافي لازم أساسي إنه يكون دافي ممكن نحتاج أكتر؟ ممكن ممكن تبعيدي هنسمي ونتوكل على الله وننزل بمعلقة وربع خميرة فورية وربع كاسة زيت نباتي هنسمي ونتوكل على الله ونقلب الحاجات دي كويس جدا جدا طبعا نوعية السموسة دي بيتحط فيها خميرة والجميل فيها إن يعني الديق كله أو زي ما تقوله 80% من الديق اللي أنا هستخدمه هو دقيق البر الدقيق الأصمر ده جماعة طبعا فوائده الغذائية عالية جدا جدا وخصوصا للناس اللي تعاني من مرض السكر رب نيش فيهم ويعفيهم يا رب السموسة دي بالنسبة لهم حلوة جدا إن شاء الله بإذن الله طبعا هنزل بكمية الديق اللي عندي كلها ومن أساسيات عجلة السموسة دي إنها تكون لينة يعني طرية ما تكونش جاسية أو جمدة هاخد كل الحاجات دي أعجنها في العجانة كويس جدا لمدة لا تقل عن 8 أو 10 دقايق وبعد شوية هوريكم شكلها ده شكل العجينة بعد ما تعجنت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا لينة وجميلة شوية زي الصغيرين وأحطهم على وش العجينة كده أسمي وتوكل على الله ربنا يا رب يعطينا خيرها ويكفينا شرها اللهم أمين يا رب العالمين طبعا كالعادة يا سادة هنغطيها ونحطها في مكان دافي بما إن عندنا فقها برد برد يعني بسم الله وعلى بركة الله كالعادة برضو هي بتعاصلك معي ناس الجميلة العسل السكر اللي بتتفرجوا ناسي اللايك أنا عارفة إن انتو بتنسوا ادونا لايك ونزلوا تاني دي الحشوة اللي أنا هحشي بها السموسة بتاعتي عندي بسلطين محترمين متقطعين جطعة صغيرة نص واحد فلفل برضو متقطع جطعة صغيرة اتنين جزر مبشورين وعندي صدر دجاجة في طاقة عن نار هنسمي ونتوكل على الله وننزل بشوية زيت كده صغيرين نضمن بس إن هم سخنوا وننزل بالبصل والفلفل والجزر المبشور بسم الله ومشاء الله اللهم بارك تكت ملح صغيرة عشان الحاجات دي كلها تدبل وإيه وتستوي معانا إن شاء الله بإذن الله هنا حطيت الملح اللهم بارك محتاج أقلبها كده على النار قولوا خمس دقيق لحد ما تدبل ولونها شوية يتغير علشان نبدأ ننزل بصدور الدجاج بتاعتنا الحشوة دي يا جماعة حلوة جدا جدا جربوها وهتدعولي إن شاء الله هنسمي ونتوكل على الله وننزل بصدر الدجاجة اللي أنا قطعته جدا صغيرة طيب ممكن نستخدم مفروم الدجاج عادي جدا هيكون أحسن كمان بس أنا ما كانش عندي مفروم ممكن نستخدم لحمة عادي جدا برضو ما فيش مشاكل بصوا أي حاجة نعملها ونتوكل على الله وهتطلع كويسة عندي نص معلقة من بهارات محسين ربع معلقة ملح مع كمون مع كوزبرة كل ده مطحون في الخلاط هقلب الحاجات دي كلها ببعضها كويس جدا جدا وأسيبها عن نار تستوي أقل 8 دقايق على نار وسط ما تكونش عالية وما تكونش وطية طبعا لإن إيه لازم نضمن إن الحشوة مستوية تمام التمام شوفوا النهاردة يختلف عن قمس تماما تمام كده عندي بقى قولوا معلقة ونص كريمة الطبخ ما فيش كريمة الطبخ معلقة جشتة ما فيش جشتة معلقة جبنة سيلة ما فيش ما فيش خالص عادي المشكلة يعني هتمسي برضو هتبقى حلوة بس معلقة الجشتة أو الكريمة الطبخة أو الجبنة بتديها اليونة بتخليها كده جوسي وجميلة وطرية وتديها طعم حلو هنا خلاص الحشوة بتاعتي جاهزة بسم الله ماشاء الله وقادي العجينة بتاعتي بسم الله ماشاء الله الله ومبارك اتخمرت وبقت تمام التمام التمام هنسمي ونتوكل على الله ونبدأ نقطع العجينة بتاعتنا ونشوفها نقطعها إزاي وهستخدم معاكو حاجة أنا جبتها من محل أبو خمسة وفي ناس في التعليقات قالت يا معبود لما تستخدميها ورها لنا قلت لهم طيب وحاضر وقبشره ومن عيوني الناس الجميلة بقى العسل السكر للنسية لايك تطلع تدينا لايك وتنزل تاني بسم الله ماشاء الله شوية دي كده على البتاع اللي عندي دي دي بحط عليها بقطع عليها العجين طبعا هنا أنا محتاجة أقطع بصوا جطع كبيرة عشان احنا هنشتغل بقى وهنفرد وهنعمل شغل جامد جدا هتشوفوه بعد شوية بسم الله ماشاء الله أيوة كده بصوا لو لاحظتوا هتلاقوا المسيطر على العجينة بتاعتنا هو البر الدجيج الأسود أو الأصمر بسم الله ماشاء الله اللهم بارك هقطع العجينة اللي عندي كلها بنفس الحجم أنا محتاجة أحجام متساوية زي بعضها عشان ايه نشتغل فيهم ايجوا تقريبا ست جطع زي ما انتوا شايفين شوية ديه كده على الرخامة بتاعتي نضيفها طبعا ونسمي ونتوكل على الله اه هي دي اللي انا هستخدمها النهاردة في السنبوسة ويا رب يا رب تطلع حلوة وتزبط ان شاء الله بإذن الله العظيم زي ما انتوا شايفين كده اللهم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام هنبدأ كدهوت يعني ايه نفردها بإيدنا الأول بالراحة ما نحاولش نحط ديه كتير فوق نحط تحت شوية عادي مش مشكلة اه عادي لكن اللي فوق لأ عشان لما نيجي نلزقها هتلزق بسم الله وعلى بركة الله هبدأ بقى بالفرادة بتاعتي اساعد نفسي كده واحدة واحدة افردها بشكل نوعا ما مستطيل هتشوفوها بعد شوية العجينة طبعا معجونة حلو جدا العجينة لينة العجينة فيها خميرة العجينة يعني بسم الله ما شاء الله طرية هتتحرب معايا بصوا بأسهل السهولة زي ما انتوا شايفين مش هتاخد مني وقت ولا هتشد ولا هتلم خالص ما فيش الكلام ده شوفوه تفردت معايا في فأقل من ربع دقيقة بسم الله ماشاء الله اللهم بارك تمام كده تمام تمام اسفين على صوت القطط والحاجات دي عادي يعني انتوا عارفين قطط كده وبعيلنا بحب القطط والله الله مالمستعين فميمي لازم يعني ايه حط بصمته في الفيديو دي اول واحدة فردتها احاول كده شوفها تمشي هنا اه تمشي ونص وثلاث تربع ما شاء الله كده تمام تمام التمام هو ده المطلوب انا اول مرة في حياتي بجرب البتاع دي على فكرة وهتشوفوا دلوقتي معانا هتطلح حلوة ولا نص نص ولا زي اخواتها ولا ايه الموضوع ده اللي هنشوفوا مع بعض هنسمي ونتوكل على الله ونبدأ كده في الاماكن اللي هي على شكل السامبوسة نحط فيها كل مكان ملعجة من السامبوسة بسم الله من الخلطة طبعا يا جماعة البتاع بتاعت السامبوسة دي فيها بسم الله ما شاء الله خمستاشر حب فيها مكان خمستاشر حب السامبوسة فسبحان الله عملية جدا 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 وبتوفر الوقت للامانة وبكان بخمسة ريال وخمسة سبعين هللة بس بصراحة يعني الاختراعها فنان فنان بنقدم له تحية بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده هنا حطيت في كل الاماكن اللي هي مخصصة للسامبوسة خمستاشر حب بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتو شايفين تمام كده تمام محتاجة ان انا افرد عجينة تانية بنفس المقاس ده هفردها اهي دي العجينة التانية واجي بقى هنا ايه اسمي واتوكل على الله تمام كده خلي بالكم عشان الخطوات دي بسيطة بس مهمة جدا يعني بسم الله وعلى بركة الله طبعا هحط فين بقى هحط العجينة اللي انا فردتها هحط الوش بتاعها فوق ده مش اللي عليه دقيه لا التاني هنا بقى خطوة مهمة جدا بالفرشة كده يعني احط الفرشة في المية واجي على الاطراف كده وامشي بالفرشة ليه بقى عشان تلزق معايا كويس لاحظوا ان احنا هنقليها في الزيت فمش عايزينها تتفك فك بسم الله وعلى بركة الله وقادي العجينة التانية اللي انا فردتها كده حلو كده تمام تمام هاجي بقى بايدي كده بس طبعا في حاجة مهمة خلي بالكم منها انا اول مرة ممكن فاتتني ما انتبهتش لها وهي ان انا المفروض اطلع الهوى اللي فيها الاول يعني اضغط عليها كده زي ما انتو شايفين وكل الهوى اللي جوه العجينة يطلع عشان ما يعمل ليش ايه بفققية هنا بالبتاع بتاعة الخبز دي الفرادة وهسمي وتوكل على الله وابدأ امشي عليها كده واضغط عليها بحيث انها تظهر كده الايه الاماكن اللي بتاعة تشكيل السنبوسة يعني زي ما انتو شايفين كده بسم الله وعلى بركة الله واضغط اضغط زي ما انتو شايفين هتطلع لي السنبوسة جميلة وحلوة وزي الفل هتشوفوها بعد شوية للامانة يا جماعة قادر اقول لكم انها افخم واحدة انا استخدمتها حلوة جدا 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 وموفرة للوقت لو عندكو عزومة لو عندكو ضيوف لو عندكو اي حاجة هتسعفكم بصوا هتنجز معاكم هتجم الاخر يعني متخيلين واحدة بس طلعتلي 15 واحدة سنبوسة نعمل بها مرتين خلاص 30 حبة بصراحة فخامة ممكن نخبطها كده وممكن نخبطها على الجهة التانية هتنزل شوفو كده ممكن نعملها كده اهي حبة بس هوريكو واحدة وفيما بعد هوريكو كلهم اهي تلعف معايا كده ممكن نزبطها برضو لو حسين ان فيها حاجة بس الامانة حلوة جدا جدا اهي نزلتها منهم زي ما انتو شايفين كده جميلة بصراحة تحفى طبعا الزوائد والحاجات اللي زي دي نزبطها احنا كده بالقطاع بسكينة باي حاجة هتيجي معانا حلوة زي الفل والله يا جماعة عملية جدا 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 انصح اي حد عايز يستخدمها يستخدمها وهو مطمئن يعني بصراحة تحفى بسم الله ومشاء الله زي ما انتو شايفين طبعا انا مالياه حط حشوة كتير الامر ما يسلمش بقى واحدة تتفتح حدة حشوة تطلع عادي يزبطها باقيكو مفيش مشاكل هنا زي ما انتو شايفين خمستاشر حبة طلعتلي من اول واحدة انا عملتها طبعا انا هنروح دلوقتي على البتجاز حط الطواب بتاعتي وحط فيها شوية زيت ونعمل دول وارجع اكمل معاكل باقي تاني بسم الله ما شاء الله حطت كده حتة عجينة صغيرة عشان اتأكد ان الزيت بدأ يسخن واسمي وانزل بالسموسة بتاعتي للامانة والسوق اكثر من رائعة زي ما قلتلكم يعني دي من ضمن الحاجات اللي انا جبتها ابن ابو خمسة وجربتها والله يا جماعة فعالة جدا 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 احلى حاجة عجبتني فيها ان هي مطلعهم كلهم شكل واحد ان هي سهلة جدا بس نفرد العجينة ونحطها ونحط الحشوة والعجينة التانية عليها ونقطع هتطلع معانا بسم الله ما شاء الله اللهم صلى عن نبي طبعا زي ما انتو شايفين التحمير يكون على نار وسط او هادية شوية كل ما كانت النار هادية كل ما العجينة انتفخت معانا وطلعت جميلة بس طبعا ايدنا فيها باستمرار نحركها وايلا هتتلسع فاحنا عايزين لون موحد نحركها باستمرار بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتو شايفين تمام تمام هنحط باقي العجينة اللي عندنا او باقي السمبوسة اللي عندنا طبعا الزيت هنا سخن فمش هيخب معانا وقت تخب معانا اقل من دقيقة في الزيت يعني لحظوا الحشوة اللي جوها مستوية تمام التمام والعجينة رؤياء مش تخينا انتو شايفيني وانا بفردها من اساسياتها برضو ان العجينة تكون ايه تكون مفرودة كويس ما تكونش تخينا عشان نضمن ان العجين استويا ولا بتشرب زيت ولا اي حاجة خالص دي رقم اتنين برضو حابة اعملها معاكم بالفرشة كده وامشي على الحواف بتاعتها بسم الله وعلى بركة الله طبعا الحركة دي ليه الحركة دي عشان لما نيجي نحط العجينة التانية ونضغط عليها تتقفل كويس نضمن انها ما تفتحتش ولا حتتفتح خالص ان شاء الله بسم الله ما شاء الله وايه دي العجينة اللي انا فردتها برضو اشدها كده شوفوا هنا بقى خلاص يعني انتبهت للغلطة القودة الاولى وبديت ان انا طلع منها الهواء هنا سمي وتوكل على الله بالفردة بتاعتي واضغط عليها كده زي ما انتو شايفين بتسهل علي جدا جدا ابدأ الاول بالحواف بسم الله وعلى بركة الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وبعدين الحواف دي لما شيلها الزوائد بتاعت العجين هرجعها تاني وهستخدمها برضو يعني هجمعها كلها مع بعضها وهحطها كده ترفتح شوية وهرجع اعملها كده برضو يعني مفيش حاجة بتتريم ان شاء الله باذن الله العظيم وقادي تاني واحدة معانا زي ما انتو شايفين جميلة يا جماعة جدا 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 صراحة عجبتني عجبتني خالص يعني ايو تمام كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك دي موجودة في محلات ابو خمسة في اي مكان في ابها هتلاقوها بكم بخمسة ريال وخمسة سبعين هلال اهو زي ما انتو شايفين انزلها بايدي كده بالراحة اسمي وتوكل على الله وانزلها وهتنزل معايا تبقى زي الفل ان شاء الله طبعا برضو هروح اخدها واجليها وارجع تاني اعمل اعملت منها تقريبا اربع حبات اعملوا لي كمية كبيرة جدا وتبقى من العجينة الحشوة خلصت وتبقى من العجينة حطتها في كيس وحطتها في التلاجة في اي وقت اعملها برضو ما فيش اي مشاكل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتو شايفين انا قليت الكمية اللي انا عملتها رائعة اكثر من رائعة بصراحة اديها عشرة من عشرة بسم الله ما شاء الله وطريقتها سهلة جدا 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 حتى الناس اللي اول مرة تستخدمها مش محتاجين غير انكوا تفردوا العجينة وتحطوا واحدة فوق وتحطوا الحشوة والتانية فوقها وخلاص وانتهى الحوار بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ندخل بقى على ايه على تجهيز الجهوة بتاعتنا وتقريبا كده هي اخر مرحلة الجهوة هنسويها وبعدين ايه نبدأ نحضر الصفرة بتاعتنا حطت الجهوة ملعقتين جهوة ابو فهد حطت اتنين عود مصمار اللي هو القرنفل تكة صغيرة كده من خلطة القصيم ربع معلقة هيل مجروش احط ده كله يغلي او ينطبخ على نار هادية لمدة تقريبا كده اتنين وعشرين دقيقة عندي هنا المتبل بتاع البازنجان نسويته معاكو امس العيل كله شوية وسبوه لكن على مين والله لازم ياكلو اليوم بس مش معقولة بقى هنقدمو كده لا يعني نعمله عادة تدوير نغير الشكل انا كنت حطاه في طاجن فخار هنشيل طاجن الفخار ونحطه في طبق ابيق كده جميل ونعمله كده ديكوريش مبسيط جدا بالمعلقة بسم الله وعلى بركة الله ايوه زي ما انتو شايفين كده فنانة يا معبود فنانة يا حجة ما شاء الله فنانة ومتابعينك نسيين اللايك ومحدش راضي يديكي لايك يا ام عبود خالص بسم الله ما شاء الله اللهم بارك نفس عضو القزبرة اللي كان عليها هو هو لازم نستخدمه برضو شكله جميل وحلو نرميه لي زي ما انتو شايفين كده نعمل بشكل جمالي شوية كده حلوين من الزيت الزتون بسم الله ما شاء الله اللهم بارك المرة دي اتاكل اتاكل بسم الله ما شاء الله وقد انطلع خبز ومسخناه طعم وتحفة هنا بقى هنحضر الفناجين بتاعتنا عشان نصب الجهوة نحط الطمر اللي بنفتر عليه بسم الله وعلى بركة الله مش بقتر عشان ما رجعش ارجعه تاني عندي اللجيمات دي من امس كانت جدتنا ميعجوب جايبها لنا رب نقدها الصحة والعافية رب عندي الثلاجة بتاعتها حط فيها ربع معلقة هيل مجروش واسمي واتوكل على الله واسب فيها الجهوة بسم الله وعلى بركة الله ودي اخر مرحلة في تحضير الفطار بتاعنا النهاردة سهل كان سهل جدا يعني الطبق اللي كان يعني يمكن جديد او ما سوناهوش من اول رمضان هو السنبوسة بدجيج البر والخميرة عملناها حلوة رائعة برضو جربنا البتاع اللي جبناها من محل ابو خمسة تحفة بسم الله ما شاء الله اللهم صلى عن النبي نبدأ بقى ايه نحط الصفرة بتاعتنا وبرضو الناس الجميلة العسل الناس يا اللايك تدينا لايك لايك يا جماعة مش بيخصر حاجة ادي السنبوسة هي حطتها في الحاجات اللي عندي و ادي المساقعة الجميلة اللي انا عن نفسي بحبها جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك مساقعة حطتها في الطواجن دي جميلة و ادي الكريم كرامل اللي عملته معاكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنا بقى هنحط ايه الشربة شربة الشوفان طبعا انا عملتها معاكم كتير جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله في الايام الجاية بس لسه ما قررتش يوم ايه هنعمل يوم فطور مصري نعمل بقى محشي وندور على بطة لسه لسه البحس جاري عن بطة في ابها وان شاء الله نلاقي بطة وان ما لقيناش بطة نجيب لحمة بقى وخلاص ونعمل لسان عصفور ونعمل كنافة بالسمنة البلدي عارفين انتو الليلة مصرية مية في المية ومعبود بقى هتطلع عليكم العرق المصري وتتفرجوا بقى على المحشي وجماله وكل حاجة حلوة ان شاء الله المهم يا جماعة الخير في نهاية المطاف كده والصفرة الجميلة العسل دي ايه انا عجبتكو ادونا كده لايك مجدعة فضلا وليس امرا وشجعونا كده بكلام حلو كومنتات حلوة عشان نبدع ونبدع ونبدع ربنا يسعدكم يا رب وربنا يرضى عليكم وشكرا شكرا لكل الناس اللي انضمت لقناتي مؤخرا وشكرا لحبايبنا رفقاء الضرب اللي موجودين معنا من الاول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا